بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه حلقة جيدة إن شاء الله تحديث لوضع البيتكوين التاسع من نومبر 2021 بالنسبة للوضع الجديد هو أننا بعد البوليش نيس الموجود أمس الآن نصحح ونعيد زيارة لانيكلاين هذا شيء ممتاز إعادة اختبار شيء ممتاز يعني حينما نكسر لانيكلاين ونعيد اختبارها فهو يعني يعطيك دعم إضافي للدعم الذي أنت بصدره أو إعادة الاختبار فهذا من النموذج الجيد دائما يعني إعادة الاختبار يكون ذا فعالية قوية لمواصلة واستكمال المشرير ليؤكد لك الدعم الذي تم إنشاؤه يعني من أجل مواصلة الصعود سبق وتحدثنا يعني هذا الرينج الذي تم في هذا المكان وقلنا أنه سبق وشرحنا على كونتاور وكيف أن الفوليوم في هذا وذكرنا الأسباب التي قلنا أنه عندنا هذا الكبير الذي كان فيه الوحش يشتري كما شرحنا فيه بالنسبة لأخوان في الدورة فشرحنا خلال الكورس أن هذا المكان فيه وحش إذن الوحش حوت سميه ما شئت اشترى ودفع على هذه الأسعار لكي يصعد إلى الأماكن هو جمع من هذه الأماكن لكي نطير بعد ذلك الجميل هو أنه كان يشتري يشتري من السبوت وهو كان بالعكس من ذلك كان هناك بيع على الفوتر وسبق وشرحنا مثلا على بايننس وغيرها تشاهد أنه كانت الدماء تسير بمعنى أن صفقات شورتين كانت على هذه المستوية كبيرة جدا كانت هناك صفقات شورتين كبيرة بينما على السبوت كان الشراء للبيتكوين كان الشراء قوي على البيتكوين على السبوت وكان هناك يعني بيع على الفوتر سواء على الفوتر على بايننس على بايبيت كان نفس الأمر يعني دون أي مشاكل يعني كان الفوليوم الكبير لأصحاب أصحاب الشورت وهو ما جاءنا بشورت سكويز والذي سبقته تحدثنا عن هذا الشورت سكويز الذي دائما يكون كسره إلى الأعلى يعني بطبيعة الحال لكي تفهموا شيء آخر وهو السبريت السبريت وهو الفارق بين السبوت والديريباتيف أو المشتقات إذا لاحظتم معي هنا أنا هنا بفارق بين السعر الموجود على بايبيت وعلى بيت ستومب كسبوت وتشاهدون أنه في هذا المكان كان بين قوسين يعني النزول حتى أن السبريت أصبحوا نيغاتيف حينما يكون سبريت أقل من الصفر فهذا دليل على أنه هناك شراء كبير على السبوت وليس أن الفوتر هي ما تحرك يعني الفوتر سلبي مقارنة مع السبوت وأن الشراء حقيقي على السبوت أكثر مما هو على الأدى لمن لا يمتلك أدوات السهولة لكي يعرف ما يحدث بين قوسين يعني هذا هو الشراء يعني لكي تكون له رؤية يعني أوضح وأفضل من الرؤية العادية الكلاسيكية هذا باختصار شديد لا حاجة الحديث ولا نطيل الحديث حولها المهم أنه كان هناك شراء على السبوت وبيع على الفوتر والديريباتيف وبالتالي جاء الكسر إلى أعلى بشكل طبيعي وجيد الآن كما تشاهد عندك مثلا على باينلز عندك أردرات في الأسفل تنتظر في حالة ما إذا حدث ولكن كما تشاهد هذا الحائط الكبير جدا وغالب لن نراه لأنه مثلا هذا الحائط هل زرناه؟ لن نزر يعني حينما تكون هذه الحوائط الموجودة غالبا فهي هذه الحيتان غالبا تنتظر إذا كان حدثت إذا كان حدثت فلاش كراش أو ما شابه وغالبا حتى المنصات تقوم بهذا الدور لأنه حينما يكون كراش بنفس الحدة كبيرة إذا يكون هم الذين يدفعون ماركت بعدها يعني كي لا يضعوا هذه الأردرات أو ما نسميه الحوائط لكي لا يتجاوز سعر هذه المستويات ويبقوا على مستويات مهمة وبالتالي يمتصوا السيولة في حالة محتاجوا إلى سيولة إضافية يدفعونها ماركت وانتهى الكلام في حالة ما وهذا نادر جدا لأنه أصلا عندك حوائط أصلا يجب أن تتجاوزها قبل الممر يعني أن تصل إلى هذا يعني تقريبا يعني بعيد كل البعد يعني الواقع الذي يمكن أن يستفرد به المرء إذن باختصار شديد الوضع لازل بوليش وكل شيء بوليش والمؤشرات بوليش بغض ما يحدث الآن تلاحظ هذا الpoint of control الذي قلنا أنه هناك وحش اشتراعها والوحش موجود في هذا المكان إذن سيدافي عن هذه الأماكن طبعا ولن يتركك تأتي وتعود زيارة هذه الأماكن غالبا جدا يعني أننا نزور ربما سنكتفي بهذا المكان وبعدها نحلق بإذن الله تعالى والأهداف أمامك منذ مدة موضوعة والأهداف long time كما سبق وشرحنا في عدة فيديوهات حول أهداف وطارقة البيتكوين ولن تتوقع وشرحته يعني حتى لو عدت بك إلى هذا فهذا تحليلي الذي يكون وضعا إياه منذ مدة طويلة فأهدافي لم تتغير يعني فيه يعني أهداف على البيتكوين هي لازالت كما هي يعني أهدافي كبيرة يعني مع فوق المئة ألف دولار يعني في هذه هي نظرتي يعني التي أنتظره خلال هذا السيكل بإذن الله تعالى إذا حدثت وإذا لم تحدث فلا إشكال عندي المهم أنني أه أحاول أن أمشي وأربح مع هذا السوق يعني أولا بأول يعني والحمد لله أنه السوق يمشي وفق ما أرا يعني وأراه كتحليل يعني وتتابعه يوميا طبعا ونتابعه سويا يا أحب إذن الوضع لازلنا بوليش آآ نظرتنا لم تتغير كذلك الإثريوم أيضا كسر القمة وإعادة الاختبار فقط إذن لا إشكال عندنا في التوجه العام يعني لا إشكال أنه على الشرط هذا هذا تصحيح عالي جدا حتى نفسونا عنده هذه أماكن أو عودة فلا إشكال يعني نبقى بوليش بوليش وبقوة يمكنك وضع يعني إشي مكوه أو تضع ما شاء يعني الأمر أنه شرط على فريم بديلي على أي فريم تريده إذن لا حاجة للحديث حول الموضوع كذلك بالنسبة كما قلنا أننا كسرنا وسنبدأ التصارع الحركة إن شاء الله وتعالى خلال الأسابيع المقبلة بإذن الله والأهداف يعني سابقة وتحدثنا عنها يعني مدى بدا إذن لا حاجة للحديث حولها الآن أوكي إذن بالنسبة للسيناريو سواء الألت بدون إثريوم والإثريوم هي أيضا بوليش وأكسترين بوليش والأهداف يعني واضحة لكل العملات التي هي صاعدة ويعني تأخذ نصيبها من الصعود بإذن الله تعالى والسوق بدأ يتحرك أولا بأول عملة عملة وهذا الذي تحدثنا عنه قلنا أن الدومينوس قد يفعلها في حالة كسر وتصارع الحركة للبيتكوين قد يذهب ويأخذ السيولة نسبيا من العملات ثم بعد ذلك ينهار بإذن الله ليكسر القاع التاريخي الذي تحدثنا عنه إن شاء الله تعالى في هذا المستوى وبعدها ستكون نهاية الألت سيزن يعني القوية جدا يعني الفجار السعلي لكل الألت وبقوة شديدة بإذن الله تعالى إن شاء الله هذه بالنسبة لهذه العملة والآن نعود إلى العملة التي يعني أقول أنا للإخوان مبروك لمن دخلها طبعا يعني هناك قلت سبق وشرحتها يعني على القناة العامة وذكرت هذا الأمر وقلت لكم اللايت كوين يستعد لنفجار يستعد يستعد هالإشارة جاءت وعندك جاء الإذان بالحركة الإذان بالحركة وإذا تذكرون أنني نشرت حينما نشرتها يعني لست أنني لم أدخل يعني لأنني كنت دخلت في اللايت كوين حينما نشرتها ولغم أني داخل من لا أذكر من أي مستوى يعني أنا اشتريت منذ زمن طويل لكن أنه هنا كنت أعدت شراء ذكرت أنني اشتريت اللايت كوين ذكرت لهذه إخوان وقلت أنني اشتريت إذن الفكرة هو أنك تشري دائما في وقت الخوف وتبيع وقت الفرح قلنا أنه هذه بالنسبة لنهاية السايكل ستكون قوية إن شاء الله يعني وأهداف اللايت كون كبيرة أنا بالنسبة إلي أقل شيء أقل شيء يجب أن نصل إلى هذه الأهداف سبعمائة ثمانمائة تسعمائة أفهم وفوق يعني أعتقد أنه هذا هذه القمة التاريخية ستكون من حكم السابق ومن حكم بين قوسين الماضي فقط يعني أنا أعتقد أنه اللايت كوين خصوصا كما شرحنا وأنه ستكون كونجيستيون على شبكة البيتكوين يعني ماذا نقصد؟ نقصد به اللايت كوين يعني هو دائما حتى في 2017 كان نفس الأمر حينما كان الضغط قوي يعني شبكة البيتكوين يعني شبكة البيتكوين لا تتحول يعني لا تتحمل الضغط الكبير وكانت الأتعاب كبيرة جدا يعني من أجل التحول حتى 1 دولار أو 10 دولار أو ما شاء يعني تكون لك يعني أتعاب قوية جدا وهو ما يحمل السيولة للذهاب إلى اللايت كوين الذي يكون أسرع دائما وأرخص ثمنا يعني الهدف من هذا هو أنه أتعاب الشبكة تكون قليلة وسريعة هذا فائدة اللايت كوين طبعا يعني في هذه المسألة ومع العلم أنه يعني مقبول تقريبا في كل شيء مثله مثل البيتكوين تقريبا يعني إذا وجدته ستجدونه على كافة المنصات الكبيرة على كافة الأماكن التي يقبل فيها البيتكوين ستجد أن اللايت كوين أصلا يكون مقبولا نادر جدا ما تجد أنه لا يقبل اللايت كوين هذا باختصار شديد حول وضع السوق بالنسبة للعملات لا يمكنني الحديث عن السوق الفرص كبيرة جدا يعني مهما اشتريت يعني أي عملة اشتريتها ممكن أن ترى فيها العجب العجاب يعني حاليا رأيت مثلا جي أختي التي رأينا أنها بدأت أعطت بريكاوت حقيقي وامطلاقي لو سبق وتحدثنا عنها وقلنا لاحظ أننا كنا نتحدث وقلنا عنها وعندك إذا فكان ينقص فقط الانطلاق من الانطلاق إذا مثل هذه العملات يعني تطير مثلا هذه العملة التي لم أستفيد منها رغم أني شرحتها الإخوان كنا في هذا المكان لكنها طارت رغم أني لا أعرف المشروع فيها يعني كان السبب الذي جعلني أتأخر في الدخول هو عدم معرفتي بناحية الشرعية والحكم الشرعي للعملة يعني معرفة المشروع لكي أدخلها وطارت وأحخرها في غيرها إذا نحاول يعني أن نلتقط فرص مثلها ونأخذ هذا السوق إن شاء الله الذي نحن فيه بإرن الله عملة فيت التي دخلتها أنا على هذا المكان لازالت صالحة الدخول الآن صححت وتعطيك فرص للدخول لا تقول لي إذن أنا لا أذر المحفظة بإداراتك المالية طبعا ولا تقول لي كيف ومتى والمهم يعني السوق السوق كله صالح للدخول هناك فرص عريدة جدا لا حصل لها لا أريد الحديث عنها الآن يعني وبكثرة وبقوة سؤال جاءني على قناة اليوتيوب وأراه مهما عملات CRV هذه العملة سبق أيضا وأنا وضعتها في اللاعحة التي كنا هنا ووضعتها في اللاعحة وقلت أنها تستعد للطيران قلت عندي مشكل معها حكم الشرعي فيها هذه العملة من عملات لندن يعني العملات الإقراض والاقتراض يعني مبتل فيها غالبا يعني يطبعها الرباء الرباء الصريح وهذا هو سبب عدم دخولي فيها وعدم نصحي فيها قلت أنه هي من ناحية شرط ممتازة لكن للأسف الشديد هي فيها مشكل شرعي عندي نظرتي طبعا وهذا تحليلي الخاص وقراءتي الخاصة إذا لا ألزم بها أي أحد أنا قلت أنها ما عندي مشكل شرعي فيها وهذا سبب عدم نصحي فيها يعني حتى مع الإخوان حينما ذكرت لهم العملة وقلت لهم أني عندي مشكل شرعي معها العملة فيها مشكل شرعي بالنسبة إلي أجد أن فيها شبه شرعي إذا أحترطني نفسي منها ورأيت أنها هي خاصة بالإقراض والاقتراض هذا هو الإشكال يعني لو أنها كانت مختصة في أشياء مختلفة لهان الأمر النسبيا أما أن تخصصها الوحيد يعني والكبير يعني والرسمي هو الإقراض والاقتراض يعني والرباء الصريح باختصار شديد هذا هو السبب الذي جعلني لم أنشرها للإخوان يعني على وهذه اللائحة كلها تقريبا كلها فيها عملات التي هي طيبة وصالحة نسبيا من ناحية التقنية للدخول وجيدة وكلها ممتازة مثلا هذه العملات A&T هي ممتازة لازالت ممتازة على الدخول ومناطق دخولها تبدو جيدة جدا يعني هناك عملات تبدو جيدة من ناحية الفوندمنطن من ناحية ناحية الشرعية كذلك بنسبة أيضا XPS نفس شيء عندي أيضا مشكل شرعي معها أيضا هي أيضا تخصص لندن etc وبالتالي المشكل الشرعي هو الذي منعني من دخول مثل هذه العملات رغم أنه الشرط يقول لي أنها ممكن تنطلق في أي لحظة لكن أنا معنا المشكل الشرعي هذا هو سبب عدم ذكري لها وذكرها إخوان يعني هذا باختصار شديد وأتوقف إن شاء الله عند هذا الحد يعني على القناة العامة طبعا ونواصل الحديث مع إخواننا في هذه الدورة لمزيد من الاستفسارات والمزيد من الحديث حول الأمور المهمة إن شاء الله وتعالى أستودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن لا تذهبوا بعيدا لا تنسوا الاشتراك اضغط عليه وانقل عليه يا أخي جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة